اشتركوا في القناة 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 في الشكل اللي قدامنا دوت بيوضح بعض المنتجات اللي بتستعمل في صناعتها الاحماض زي بطاريات السيارات ومعظم انواع البلاستيك اللي بنستعملها في الحياة العملية تعالوا نتكلم عن استخدامات الاحماض الشائعة بيقول لعلك تعارب بعض الاحماض فالخل المستخدم في الطعام يحتوي على حمض الايثانويك والذي يعرف ايضا بحمض الخليك او الاسيتيك تحتوي الحمضيات ومنها البرتقال والليمون على حمض السيتيك يحتاج جسمك الى حمض الاسكروبيك اللي هو فيتامين سي بينما يحقل النمل ضحياته عند لسعها بحمض الفورميك اللي هو حمض النمل تعالوا نقول تاني مع بعض من اشهر الاحماض اللي موجودة في الحياة العملية واللي موجودة في جسمنا الخل اللي بنستخدمه في الطعام يحتوي على حمض الايثانويك البرتقال والليمون يحتوي على حمض الاسيتيك البرتقال والليمون يحتوي على حمض الستريك جسمك يحتاج لحمض الاسكروبيك اللي هو فيتامين سي النمل اللي بيحقن ضحياته بحمض الفورميك طيب اشهر استخدامات الاحماض في الطبيعة وفي الحياة العملية هنلاقي عند حمض الكابريتيك بيستعمل في صناعة الاسمدة والفولاذ والطلاء والبلاستيك كما تستخدم الاحماض في البطاريات ومنها حمض الكابريتيك اللي كان بيستخدم في البطاريات السائلة قبل اقتراع البطاريات الجافة اللي بنستعملها في الوقت الحالي يستخدم حمض الهايدروكلوريك في تنظيف الشوائب عن سطوح الادوات الفلزية كمان بيستخدم حمض النيتريك في صناعة الاسمدة والبلاستيك والاسباق نعيدهم مرة تانية اشهر الاحماض استخداما حمض الكابريتيك ده اللي بنستخدمه في صناعة الاسمدة والفولاذ والطلاء والبلاستيك وبطاريات السيارات عند كمان حمض الهايدروكلوريك وده اللي بيستخدم في تنظيف الشوائب من على الاسطح الفلزية عند كمان حمض النيتريك اللي بيستخدم في صناعة الاسمدة والبلاستيك والاسباق طيب بالنسبة للحمض في البيئة أو الأحماض في الطبيعة بيقول إن حمض الكربونيك بيلعب دورا أساسيا في تكوين الكهوف وتشكيل الهوابط والصواعد بيتكون حمض الكربونيك عندما يذوب ثاني أكسيد الكربون في الماء ويذيب هذا المحلول الحمضي كربونات الكالسوم التي تكون صخور الكهوف الجيرية ويشبه هذا ما يحدث عندما يسقط المطر الحمضي على المواقع الأثرية ويسبب تآكل صخورها كمان عندما تتساقط قطرات المحلول الحمضي من سقف كهف على أرضيتها تبخر الماء فتقل ذائبية ثاني أكسيد الكربون ويتصاعد من المحلول فتقل حموضة المحلول ومن ثم تقل ذائبية الحجر الجيري فيترسب الحجر الجيري وتتشكل الصواعد والهوابط يبقى من الأحماض في البيئة أو من الحياة الأساسية في البيئة حمض الكربونيك اللي بيلعب دوراً أساسياً في تكوين الكهوف وتشكيل الصواعد والهوابط بيتكون إزاي حمض الكربونيك؟ بيتكون لما بيتفعل غير ثاني أكسيد الكربون اللي بيدوف المية مع المية وينتش حمض الكربونيك بيعمل إيه حمض الكربونيك؟ بيوزيب المحلول للحمض اللي موجود فيه ثاني أكسيد الكربون مع المية كربونات الكالسوم اللي موجودة في الجير اللي بتكون صخور الكهوف الجيرية طيب بس كده لا ده كمان لما بتتساقط قطرات المحلول الحمض من سقف كهف على أرضيته بيتبخر الماء منها فتقل ذيابية ثانوكسيد الكربون بيتصعب من المحلول فتقل حموضة المحلول ومن ثم تقل ذيابية الحجر الجيري فيترسع بالحجر الجيري وتتشكل الصواعد والهوابط تعالوا نتكلم عن المطر الحمض يعني ايه مطر حمضة وايه أضراره وايه أسباب حدوثه بيقول ان المطر الحمضة دوته عبارة عن مطر ينتج من تفاعل أكاسيد الكابريت وأكاسيد النيتروجين مع بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي على شكل صحب في الحالة دي بيسقط من السماء ماء حمضة بتوصل درجة حموضة في بعض الأحيان لما يقارب 2.3 من 10 اللي هي بتعدل تقريبا حموضة المعدة بيقول ليينتج عن احتراق الوقود العفوري مركبات كيميائية متنوعة تنطلق إلى الهواء الجوي بعض هذه المركبات يكون أحماضا تختلط ببخار الماء ثم تحتل على سطح الأرض على هيئة مطر أو ثلج أو ضباب وتعمل على تدمير البيئة حيث تقوم الرياح بحملها مئات الأميال فتدمر الغابات وتسبب تأكل الصخور وتشكل خطرا على صحة الإنسان زي بيحصل الكلام ده؟ في المرحلة الأولى بيحرق الوقود العفوري في محطات الطاقة والسيارات للحصول على الطاقة الضرورية لممارسات الإنسان وتتسبب عالية الاحتراق هذه في إطلاق ثاني أكسيد الكابريت وأكسيد النيتروجين إلى الغلاف الجو في المرحلة الثانية بيتفاعل غاز ثاني أكسيد الكابريت وأكسيد النيتروجين مع بخار الماء فتتكون محليل قوية الحمضية منها حمض النيتريك وحمض الكابريتيك في المرحلة الأخيرة يصل الرقم الهيدروجيني بي إتش للمطر الحمضي في بعض المناطق إلى ما دون 2.3 من 10 وهذا الرقم يقارب درجة حموضة المعدة إبقى المطر الحمضي بينتج من تفاعل أكسيد الكابريت وأكسيد النيتروجين مع بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي لينتج أحماض زي حمض النيتريك وحمض الكابريتيك واللي بتسبب تآكل الصخور في المناطق الأثرية وفي المباني وبتسبب أضرار للبيئة وبتسبب تقليل المواد المغزية اللي موجودة في التربة وأضرار لصحة الإنسان تعالوا نعمل ملخص سريع لكل الحياة اللي خدناها في درس النهاردة نبدأ بمفهوم الأحماض الأحماض هي مواد تذوب في الماء وتنتج أيونات الهيدروجين التي تتفاعل مع الماء وتكون أيونات الهيدرونيو خصائص الأحماض طعمها لاذع من المسهى حارق كوية للجلد تسبب الحروق موصلة جيدة للكهرباء نشطة جدا كيميائيا وتتفاعل مع بعض الفلزات وينتج غاز الهيدروجين من استخدامات الأحماض عندي حمض الهيدركلوريك بيستخدم في تنظيف الأسطح الفلزية من الشوائب كمان حمض الكابريتيك في صناعة الفولاذ ومواد الطلاع وبطاريات السيارات عندي كمان حمض النيتريك في صناعة الأسميدة والأصباغ والبيلاستيك من الأحماض في البيئة حمض الكربونيك اللي بيعمل على تشكل الكهوف والصواعد والهوابط المطر الحمضي معناه مطر بينتج من تفاعل أكاسيد الكابريت وأكاسيد النيتروجين مع بخار الماء الموجود في الجو وتصل درجة حموضاته بي اتش إلى ما يقارب 2.3 من 10 وده اللي بيقارب حموضة المعدة في النهاية أتمنى الكل يشارك في حل الواجبات على المنصة وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة